خبر الساعة اليوم عصفور تويتر الشهير طار طبعاً شوفوا الشعار القديم وتمعنوا فيه لأنه خلاص راح العصفور اللي معانا من 17 سنة ومن 11 سنة حتى ما تعدل شكله اليوم راح وتويتر اكس وبكل اللغات ترند أول في العالم ألان ماسك بدأ اليوم الحلم اللي كان بيطمح له من وقت ما استحوذ على تويتر وحتى قبلها وهو حلم التطبيق السوبر ورسمياً تغير الشعار إلى أكس الخبر اللي كان مجرد استطلاع رأي وكلام ما أحد أخذوا على محمل الجد في البداية أو على الأقل ما أحد أتوقع أنه التغيير يتم بهذه السرعة تحول الآن هذا الخبر إلى واقع فشفنا من ساعات تغيير في شعار تويتر على الويب إلى حرف أكس لكن على الجوالات لسه وشفنا تغيير في بروفايل حساب ألان ماسك إلى شعار أكس وشفنا كمان شعار أكس بجانب علامة التوثيق لحسابه ولأغلب حسابات تويتر الرسمية وحتى مبنى تويتر وضيء على جدرانه شعار أكس في الليلة الماضية حسب صورة نشرها ماسك وقبل كل هذه التغييرات كان ماسك نشر تغريدة بتحوي موقع أكس دوت كوم وقال أنه بمجرد الضغط عليه رح يوصلك لموقع تويتر وبالفعل فالضغط على أكس دوت كوم بيأخذك مباشرة لتسجيل دخول على تويتر أو إنشاء حساب جديد وهذا الموقع تحديدا لقصة عند ماسك فتم تداول معلومات أنه ماسك اشترى موقع أكس دوت كوم في سنة تسعة وتسعين وكانت شركة قائمة يعني وكان يبغي يحولها لموقع لتداول الأموال ولكنه خسر ملكيتها بعد استحواذ بيبال على شركته وبعدين رجع واشترى في مايو الفين وسبعتاش وكلنا نتذكر وقت ما ماسك اشترى تويتر وقال أنه رح يكون في تطبيق اسمه أكس حيجمع كل شي في مكان واحد وشبيه بتطبيق ويتشات الصيني واليوم احنا فعلا جلسين بنشوف وبنتابع تحول تويتر إلى أكس واللي قيل أنه رح يكون سوبر أبليكيشن ورح يتوفر فيه كل شي فتطبيق تويتر ما رح يفضل على حاله لا رح يتغير فغير التغريدات والأخبار والرسائل أكس رح يكون فيه مكالمات صوتية مكالمات فيديو أخبار تحويل أموال ألعاب أملات رقمية وبث مباشر وغيرها وعشان كده قلت لكم في بداية الخبر اليوم لأنه هذا هو اليوم الموعود لماسك لأنه كان من زمان بيطمح أنه يكون عنده تطبيق في كل شي ويبدو أنه الخطوة الأولى كانت بإعادة شراء موقع أكس دوت كوم في 2017 والخطوة الثانية كانت في شراء تويتر في 2022 واليوم بنشهد الخطوة الثالثة اللي هي وداع العصفور الأزرق وبداية عكس أو عصر أكس تطبيق سوبر لكل شي ويبدو أنه فعلا رح يكون ما لحد وهذا الشيء أعلنت عنه رئيسة تويتر ليندا يكارينو فنشرت تغريدة قالت فيها أنها بتعمل مع ماسك والفريق على أنه يكون إطلاق أكس ما لحد وأنه رح يكون تطبيق لكل شي ورح يوصلوه لكل العالم وقالت أنه الميزات الجديدة اللي عملوها في تويتر خلتهم يشوفوا فيه تطبيق أكس وأكدت أنه أكس رح يحقق أحلام وابتكارات للناس أكثر من اللي عملها تويتر وقالت كمان أنه تطبيق أكس رح يكون سوق عالمي للأفكار والسلع والخدمات والفرص مدعوما بالذكاء الاصطناعي توديع العصفور الشهير أكيد ما مر مرور الكرام في تويتر أو أكس ويعني صراحة الواحد ما عاد عارف إيش يقول يعني هو تويتر ولا أكس عموما يعني أنه في التغريدات خلينا نقول ولا ما عاد اسمها تغريدات الآن صارت أكسات يعني عموما يعني اللي أبغى يقوله أنه الناس محول المنصة لشي يشبه التعازي هنفضل كده فترة ضايعين بين أكس وتويتر والحالة هذه والعصفور طبعا برضو جلسين بيودعوه وطبعا كل عادة ما غابت النكت ترجمة نانسي قنقر موسيقى وفي شيء أخير لافت كثير من الناس وبيتساءلوا عنه وسموا صاحب الحساب المحظوظ واللي ماخد يوزر أكس من الأساس فبدأوا يمنشنوا ويتساءلوا مين هو وإيش اللي رح يصير فيه وقدي إيش هو محظوظ نضمن هنا في الستوديو المختص في التكنولوجيا كريم فريد كيف حالك يا كريم الحمد لله حياتنا محورها صار ألن موسك واللي بيعملوا وتويتر والكلام ده كله بس يعني طب هو رجال فرض نفسه اللي بيعملوا مو طبيعي ترى خلال الفترة اللي فاتت من ساعة ما بدأ وأنا عمال بقول الراجل أكيد عنده وجهة نظر راجل رايح في مكان ما بس إنه هو يحولنا على رأي صديق لها اسمه سالم لأكس من أكس من أنا أبتديت أخاف أكس من وأكس وم يعني الآن إحنا ما عارفين إحنا عارفين هو خلاص إحنا إيش هنكون أكس هذي التويتات إيش إسمعها إيش يعني الحيناش نخلص من ثريتز بصراحة وأنا تعبت من موضوع المسميات كل كل أسبوع حنسمي نفسنا إيه خلاص يا جماعة يعني مش لازم يعني تويته إيش هتصير إكساية ولا يعني وهو ما أعلنوا ما أعلنوا في التوقيت الحالي أعتقد هو أنا مش مهتم ممكن يسميها بتنجانة أي حاجة أنا مش مهتم أنت يوزر مخلص لتويتر أنت نشرت ولكن تعبت أنا خلاص أنا مهتم معرف إحنا رايحين فين رايحين فين هو بيقولوا أنه الآن هو رايح لتوجهه الجديم اللي هو السوبر يعني زي كأنه بيقول لثريتز آه أوكي جلدتوني أنا رايح أسوي شيء أكبر منكم ممكن ممكن أحط حاول أن أنا أفترض أن هو شخص زكي جداً وأحاول أفكر من وجهة نظره أكيد زكي أنا أفترض أنا أفترض يعني شوية معلاش لما تقول لي هفترض أنه ألن مصد زكي خلاص أنا أحاول أعتمد على الحقيقة أنه هو على الأغلب زكي وأحاول أفكر بطريقته يعني نتكلم شخص عبقري المهم إنما نشوف العبقري ده حيودينا على فين ولكن هو هنفترض أن فيه أو أن اللي هو بيحاول يعمله معظم التطبيقات اللي لها علاقة بالتعاملات المالية حاولت إن هي تدمك خدمة نقدر نقول جماهيرية أو إن الجمهور يشارك فيها أفكارهم ويتفعلوا على المنصة نفسها أقدر أقول إن معظم التطبيقات اللي حاولت تعمل كده زي إيتورو زي منصات تانية كتير فشلت تماماً لو تويتر إن هو بيعكس الموضوع إن هو مش بيبتدي كتطبيق مالي ولكن تطبيق اجتماعي بيتحول لتطبيق مالي يمكن يكون عنده نسبة أكبر من النجاح لأن فيه ناس بتستخدم تويتر أكتر من 7-8 ساعات في اليوم لو عندهم القدرة إن هم يجروا تعاملات مالية من خلال المنصة يحققوا عائد من الإعلانات أو غيره يقدروا إن هم يعرضوا وظائف يقدروا إن هم يستفيدوا من المنصة بشكل أكبر غير بس مشاركة الأفكار أعتقد ممكن يكون للتويتر الجديد أو X فرصة للنجاح وإن هو يفتح لنفسه مساحة جديدة يعني هو ده حين بدأ فعلاً يكافئ كثير من الناس اللي هم مصانعين المحتوى وبدأ يحول لهم مبالغ حتى بعضهم يعني مبالغ كبيرة جداً إنه نتيجة الإعلانات اللي بتطلع في صفحتهم وما إلى ذلك وكمان طبعاً فتح باب الاشتراكات وكده بس لو أرجع لك لموضوع إنه السوبر أبل أنت بتتكلم عنه أنه في بعض التطبيقات هذه فشلت الناس بتقارن أكثر شي اللي بيسويه مع ويتشات الصيني حي جدي إيش ويتشات يعني فعلاً ممكن يكون ماشي على هذا الطريق وإيش هو ويتشات لأنه نحن بالعالم العربي ما عندنا يعني ما إحنا دخلين عليه فيه فرق جبير الصين عندها حاجة واحدة كبيرة جداً لكل الناس بتستخدمها نوعاً ما ما فيش بدايل كتير صح وعددهم يعني يكفي بزرط فنقدر نعتبر أن ويتشات هو واتساب وتويتر وفيسبوك وكل حاجة في بعض للصين أيها ببساطة فهنا التويتر من قدر نقول التحول اللي بيحاول يعمل أن هو يكون تاني سوبر أب بمعنى أن يكون فيه خصائص مختلفة للناس بحيث الناس ما تضطرش أنها تروح لأبليكيشن تاني على تليفونه عايز تحاول فلوس حاول من هنا عايز حاجات عن الأسوال المالية تقدر تلاقيه هنا عايز أخبار تقدر تلاقيها هنا عايز تكلم حد فيديو كول تقدر تلاقيه هنا كل حاجة تقدر تلاقيها في نفس المكان وده توجه اكس أو تويتر بشكل كبير أو التويتر اللي في إيلون ماسك أعلن عنه نفسه ولكن التحدي الأكبر في رحلة إيلون ماسك للسوبر أب هو أن يكون عنده دخل منتظم من مصادر متنوعة مش من الإعلانات بس لأن فيه تراجع كبير للمعلنين فأعتقد النقطة الأهم بالنسبة لإيلون ماسك للتغييرات الكبيرة اللي بيعملها هو تحييق مصادر دخل متنوعة مصدر دخل من الإعلانات مصدر دخل من المدفوعات نقدر نقول مصدر دخل من أن الناس بتعرض وظائف وهكذا والتنوع ده تقدر نقدر نقول يأوم المؤسسة على رجلها مرة طيب البعض اللي بيقولوا أنه هذا رد على ثردز يعني كمان بعض الناس بيقولوا أنه لا يا جماعة هذه قرارات كبيرة وقرارات استراتيجية ومش عرف إيش أكيد أخذين ده القرار من قبل ثردز حس أنك أنت شاكك أنه ماسك بين يوم وليلة قال لهم أسمعوا هذا تردز ده أنا بدي أكس بداله اللوجو جزعي طلبه أونلاين وفي شخص أداله حرفين اللوجو بتاع الشركة بتاعته يعني هو مش تصمم عشانه شخص رح قال له خد اللوجو بتاع الشركة بتاعتي يستخدمه فأنا ابتدأ يبقى عندي شكوك بقولك ابتدأ يبقى عندي شكوك كبير أنه ما في فيجين واضح يعني أو ما في نظرة واضحة هو أعتقد أنه في فيجين وهو قال من الأول أنه نفسه يبقى إكس وهكذا ولكن أعتقد فيه ارتجال كبير في طريق التنفيذ الفيجين فالموضوع بيتم بشكل عشوائي في فيجين ولكن عشوائية في التنفيذ بشكل كبير عادة عشوائية التنفيذ بتأدي الكوارث بس راحينا العشوائية كمان ممكن توصلك لنتائج حلوة مش مع ناس زي اللي موجودين على تويتر الناس اللي موجودين على تويتر بيتخانقوا مع دبانه والشوم حرفيا فلما تغير لهم حاجات كتير فجأة كده وتغير لهم اسم المنصة نفسها صعب شوية الناس على تويتر الناس رايحة تتخانق أصلا ما ينفعش معاهم الاسلوب دو تلازم الهدايا وأكثر كريم أنا هتفعلك فلوس الجلسات النفسية باقي في ده الموضوع لا لا بصراحة ده الموضوع شخصي ايه لا يا حسين 17 سنة أو 15 سنة أنا موجودة على تويتر خدمة في سنة ويعامة بصراحة وفجأة يصحى من النوم يقول لي هخليه إكس لا 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 مش قادر أعديها مش قادر أعديها هلنشوف فين حوصل بنشكرك جدا على وجودك معنا كان معنا في الستوديو المختص في التكنولوجيا كريم فريد متضرر جدا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة